جهود حثيثة تبذلها الدولة خلال السنوات الأخيرة في محاولة لتوفير الدعم والحياة الكريمة للمواطنين ومن أبرز الجهود والخطوات التي اتخذتها الدولة في هذا الشأن إطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والذي يعد ركيزة مهمة في منظومة شبكات الحماية الاجتماعية جهود حثيثة تبذلها الدولة خلال السنوات الأخيرة في محاولة لتوفير الدعم والحياة الكريمة للمواطنين ولعل واحدة من أبرز الجهود والخطوات التي اتخذتها الدولة كانت بإطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والذي بدأت خطواته التنفيذية في فبراير من عام 2022 وتم وضع مسودة لميثاق شرف التحالف بشكل تشاركي وتم توقيع وثيقة التحالف من قبل 23 جمعية ومؤسسة إضافة إلى التحاد الجمعيات وفي الثالث عشر من مارس من عام 2022 انطلق التحالف الذي يشارك فيه كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموية التحالف يعد ركيزة مهمة في منظومة شبكات الحماية الاجتماعية ويتكون من 24 جمعية ومؤسسة أهلية بالإضافة إلى مؤسسة حياة كريمة والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحادا نوعيا و27 اتحادا إقليميا وتعمل المؤسسات في مختلف مجالات التنمية التحالف الهام أسهم في دعم مظلة الحماية الاجتماعية بتسعة مليارات جنيه وفي وقت لاحق وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الدعم الحكومي المواجه إلى التحالف الوطني بمقدار مليار جنيه إضافية لدعم ومساندة نشاطه المجتمعي وذلك تزامنا مع كون عام 2022 عاما خاصا بالمجتمع المدني وسعيا لمواصلة جهود الحماية الاجتماعية للمواطنين الأكثر احتياجا من خلال تقديم كافة المساعدات الاجتماعية المتنوعة الممكنة كما وجه الرئيس السيسي بتطوير عمل التحالف الوطني ليتخطى نطاق المساعدات العينية إلى نشاط التشغيلية التحالف أطلق أولى مبادراته وصل الخير في رمضان بتكلفة ملياري جنيه حيث استطاعت المبادرة تقديم مساعدات إلى ثمانية ملايين أسرى مصرية مستفيدة كما أطلق مبادرة وصل الخير اثنين وشملت تقديم خدمات أكبر بالمحافظات وتنظيم قوافل اجتماعية وصحية وغذائية لتكون هذه المبادرة هي الأشمل والأكبر والأكثر تنظيما عن غيرها هي إذن خطوات مؤثرة وجهود كبيرة تبدلها الدولة في محاولة لتقديم المساعدة لكافة المواطنين المحتاجين وتوفير الحياة الكريمة لهم